في تغرير الليتش بتاريخ 30 مارس ذكرتي بأن الحكومة عينتني لأنني كفاءة لكن بعد القسم ما في فرق بين معين ومنتخب شفيكم علي أنا قسما بالله أسهر على رضاكم ليش الحرب ليش الحرب على أشواق المضف والله ما أدري صدق ما عندي أي علم ليش أنا مستغربة ليش مقعد تصير هذه الحرب اللي أنت وصفتها بأن الحرب على زميلاتك على زملائك داخل المجلسة ليش قاعد تصير الحرب على أشواق المضف لا لا في حروب عليهم لكن أشواق المضف يمكن أنا يمكن صراحتي شوية تجرح وأنا ما عندي مشكلة طلب الإعلام هتكلم بكل أريحية يمكن هذا الشيء يخلي الناس تاخذ مني مواقف لأن أنا صريحة لكن لا لأ العضاء الثانين في عضاء قاعد يتعرضون مضايقات وحروب في أكثر من مكان بس أنت قاعد تتعرضين للنصيب الأكبر من هذه الحروب حسب علمي وعندتش شواهد عارفين من اللي قاعد يشن هذه الحروب عليك في ناس بويه قلون هني بويه عطينا مثال بدون ذكر أسامي شركات النظافة دازولي واحد بعد شوية شركات النظافة وما في شركات النظافة واخرى الموضوع اللي هو جهت أسئلة راح أتكلم عنه طيب خلينا حين مرضاني في موضوع المعين والمنتخب أنت تعتبرين من العضاء المعينين في المجلس البلدي لكن الملفت تغريدة لك ذكرت فيها أنا الحكومة تغريدتش فيه مارس أنا الحكومة ما تعطيني مشاريع لأنني مكروهة عندهم يعني شلون مكروهة عند الحكومة وأنتي معينة كعضو مسبلة دي من قبل الحكومة أولا أنا تعينت برغبة سامية وليس من الحكومة برغبة سامية من صاحب السنو الشيخ صباح الله يحفظ وليست الحكومة ثانيا أشواق المضاف كل لقاء ما عندها إلا الوكيل المساعد فاشل الوكيلة فاشلين وهما اللي بيدهم الأقود كل مشاريع الدولة عندهم شواء كيد من أخيطوني أنا شغل مستخصرينك إي لأنا حتى دعوات ما تندز دعوات المكتب مؤهل دعوات للمشاركة في المناقصات كمكتب كمكتب هندسي لأشواق المضاف ماتين واقع يعني وأنا ما عندي مشكلة أصل بصراحة هل يعني الهجوم العنيف اللي تقود أشواق المضاف على بعض مسؤولين البلدية هل بسبب أن مثل ما ذكرت قبل شوي أنه مقعد وجهولش دعوات على موضوع المناقصات لا لا البلدية ما لها علاقة حتى وين كانت يعني تنطبق عليك بعض الشروط لا لا البلدية ما لها علاقة في موضوع المناقصات يعني أنا تعاملوا إياها كصاحبة مكتب يعني كترخيص لكن المناقصات موجودة في وزارة الأشغال ووزارات الثانية على ش مقعدة ترسي عليك بعض المناقصات ما في دعوة أصل ما تيني دعوات ليش مقعدة تيني الدعوات لأن ش قاعد دحرينهم ممكن بس لرزاق من الله سبحانه الحمد لله ترجمة نانسي قنقر